فرضت قراراتها وفرضت سياستها وده كان فيه تغيير كبير جدا للمنطقة بشكل عام زي ما حضرتك ذكرت الحقيقة كمان ذكرت نقطة مهمة جدا وهي العلاقة الاندماجية ووصفتها بالعلاقة الاندماجية اللي حصلة من قديم الأسل وطبعا لحد وقتنا الحالي ما بين الجيش والشعب وهي علاقة مندمجة جميلة تتبادل الحب والثقة والاحترام والحقيقة أن وصف حضرتك ليها بالعلاقة الاندماجية كان وصف كمان رائع هو هذه العلاقة بدأت من أيام مينة وموحد قطرين يعني مصر دائما في الأعراف السياسية يقولك إيه أن الدولة بتنشأ ثم ينشأ جيش للدفاع عن الدولة مصر من قديم الأزل يعني كأول دولة محددة الحدود من قديم الأزل أنشأها جيش يعني مينة الملك مينة موحد قطرين هو اللي أنشأ الدولة بمعاييرها أو مفاهمها السياسية كدولة بتوحيده للأقطار المصرية اللي كانت متفرقة وبالتالي على مدار التاريخ الطويل السبع تلاف سنة اللي احنا بنعيشهم دائما وأبدا بتجدي أن هناك علاقة بالفعل يعني نقدر نقول إيه زي ما أنا قلت علاقة اندماجية وعلاقة خاصة جدا ليه بقى لأن أولا مفيش بيت مصري مفوش يا زابط يا صف زابط يا عسكري مفيش أو بيوت مصرية كثيرة جدا استشهد ليها في حروب المصرية من أيام محمد علي بيوت مصرية استشهد فيها جنود مصريين وبالتالي الجيش هو الشعب يعني هو الجيش هو بيطلع يعني باختلاف كثيرا جدا عن قوة كثيرة جدا حتى دولية وقوية ودول كبيرة جدا تلاقي جيشها منفصل شوية عن الشعب يمكن لطبيعة تكوينه لكن في مصر لا طبيعة تكوين الجيش المصري هو من الشعب المصري فدي أول حاجة الحاجة الثانية ونقطة المهمة جدا أن دائما وأبدا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن أنه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض هذه العلاقة أو هذا الحديث الشريف بيثبت بالزبط قوة الجند المصري هو ما قالش كده بس قال لأنهم في رباط إلى يوم الدين هو بيقصد هنا الرباط مين بيقصد الشعب الشعب اللي بيطلع منه الجيش وبالتالي فالرباط هنا معناها أن هم قوة واحدة لكن فيها مطرفة قوية مندمية وبيطلع منهم ناس منهم ما هماش مرتزقة ما هماش حد وبالتالي هي فعلا علاقة اندماجية وظهرت كثيرا جدا في كافة الأحداث من أول يعني التاريخ اللي احنا عارفينه الحديث من يوليا حتى الآن القوات المسلحة المصرية هي دائما ما تعبر عن رأي الشعب طبعا